بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا رح نتابع موضوعنا عن العقبر وتحدثنا في الفيديوهين الماضيين عن العقبر فوائده للحامل وفوائده أيضا للحمل وعلاج العقم وما هي فوائده العامة بجانب فوائده للحامل وما هي الجرعة المناسبة للاستفادة من فوائد العقبر للحمل سنتحدث اليوم عن المواد الفعالة في العقبر وما هي أضرار العقبر للحامل وآثاره الجانبية ثم أخيرا نصائح مفيدة للحامل فما هي المواد الفعالة في العقبر؟ هناك مواد هي شمع العسل وحبوب اللقاح ومركب لفلافونيد وأحماض دهنية وإمينية ومواد راتنجية وأنزيمات مفيدة مثل أدينوسين اكتلاث الفوسفات وزيوت عطرية طيارة أيضا نسبة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين بي واحد وبيتنين وسي أيضا هناك معادن هامة مثل الماغنيزيوم والزينك والكالسيوم والحديد والآن نتحدث عن أضرار العقبر للحامل وآثاره الجانبية طبعا له فوائد كثيرة ولكن لكل مادة غذائية أو غير غذائية أيضا فيه آثار جانبية للاستخدام يجب الحذر منها وتجنبها يجب على الحامل أن تتناول العقبر بجرعات معتدلة وتحت إشراف طبي خاصة إذا كانت مصابة ببعض المشكلات الصحية أثناء حملها للحصول على فوائد العقبر للحامل دون الدخول في خطر الإصابة بنزيف دموي أو إجهاد للجنين وذلك لما تسببه من زيادة في سيولة الدم كما قد يؤدي إلى نقص حجم الجنين ووزنه كما أنه يجب تجنبه عند الإصابة بحساسية للعسل وما يرتبط به من منتجات حيث قد يؤدي إلى زيادة الحكة وانتفاخ الجلب والتهابه أو ضيق في عملية التنفس وحدوث تقرحات بالفم وانتفاخات الشفاء وتورم اللسان ويحذر من تناول العقبر في حالات النزيف حيث يؤدي إلى زيادة سيولة الدم والذي ينتج عنه زيادة النزف وفقد كمية كبيرة من الدم ويمتنع عن تناول الحامل للعقبر قبل وبعد العمليات الجراحية بأسبوعين لتجنب حدوث نزيف أثناء إجراء العملية أو بعدها طبعا أي عملية جراحية يجب قبل أسبوعين التوقف عن تناوله نقدم إليكم الآن نصائح مفيدة للحامل بجانب فوائد العقبر للحامل فأن هناك بعض الأمور التي تساعد الحامل على الصمود أمام ما يعتريها من آلام ويقابلها من صعوبات طوال فترة الحمل وكذلك تعزز من صحتها وصحة جنينها ليمر حملها بسلام وتستقبل صغيرها ومن هذه الأمور تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على احتياجات جسمها من المواد الغذائية مثل البروتينات الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والتي تعزز نمو أعضاء الجسم الحيوية للجنين كالجهاز العصبي والدماء طبعا لوجود مادة البروبيتيك البكتيرية الموجودة في منتجات الألبان وهي المسؤولة عن تحسين وظيفة أعضاء الجهاز الهضمي مما يساعد في التغلب على اضطرابات الهضم والإمساك أثناء الحمل أيضا مضادات الأكسدة الموجودة وحمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاج إليها الحامل حيث تقل جنين من التشوهات والعيوب الخلقية أيضا ممارسة قدر من الأنشطة الرياضية الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية بالجسم والتخلص من التوتر والتقلبات المزاجية المصاحبة للحمل أيضا ارتداء ملابس وأحذية مريحة ومناسبة لتغيرات الجسم في هذه الفترة أيضا الانتظام في الزيارات الطبية والرجوع إلى الطبيب قبل تناول أي أدوية أو أي أعشاب قد تضر الحمل وفور ملاحظة تفاقم أي من الأعراض أيضا تساعد الاسترخاء على الهدوء والتخلص من العصبية والقلق والتقلبات المزاجية لدى الحامل أيضا تناول بعض الفيتامينات والمعادن الهامة والتي يحتاج إليها جسم الحامل ونمو الجنين كمكملات غذائية ولكن تحت إشراف طبي مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية حبيبنا نكون جاوبنا على الأسئلة اللي ذكرناها في مقدمة الفيديو الأول فما هو رأيكم التعليق على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه كالمعتاد إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوارة تفاعلكم اثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا قبل ما نسكر الفيديو نذكركم إنه فيه هناك روابط للفيديوهات التي ذكرناها في الفيديو الأول عن البروبيس للمرأة الحامل لتطور النمو الجنين أيضا يصلح الكبار السن وما هي فوائده أيضا العقبر فعال لعلاج الخلايا السرطانية وطرق تحضير وصفات العقبر مكوناتها واستعمالاتها طبعا إضافة لفيديوهات إن شاء الله رح نحطها في صندوق الوصف في أسفل الفيديو نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته